إني لمطريح ببابك من لسواك لا دلمهارك إني أتيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك إني لمطريح ببابك من لسواك لا دلمهارك إني أتيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأولياءك العارفين إنك أنت الفتاح العليم زدنا لك حبا وزدنا منك قربا واكتبنا عندك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبة الأكارم تكلمنا في الحلقة الماضية عن رحمة الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل وقلنا بأن للموضوع بقية فنتكلم اليوم إن شاء الله عن أسباب رحمة الله عز وجل كيف تكون أنت من المرحومين عند الله هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في حلقة اليوم نبدأ الحلقة باستقبال اتصالاتكم ثم نتكلم عن موضوع الحلقة ثم نجيب على الاتصالات إن شاء الله تعالى وقدر ويسر حين نبدأ في موضوع الرحمة ونتكلم عنه نستحضر أمور عظيمة في وقوف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو الفقير إلى رحمة الله عز وجل وهو الفقير إلى عفو الله عز وجل وهو الفقير إلى فضل الله عز وجل ولسان حاله كما يقول الشاعر رباه إني غالق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عيناي غرق بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيبي رباه إني في ظلام حالك فأنر إلهي في الحياة دروبي فأنا الذليل وأنت أرحم راحم يا من يفرج كربة المكروبي رباه قد أزف الرحيل وليس لي إلا التضرع والبكى ونحيبي قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بظنوبي يا خير مرجو وأرحم راحم وملاذ مضطر وخير مجيبي نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم بواسع رحمته وأن يجعلنا وإياكم من ورثة جنته حياكم الله من جديد نعم معنا اتصال ألو من معنا الأخ رحوم الأخ ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الحبيب يا مرحبا بارك الله فيكم تقبل الله مننا ومنكم حياك الله أخي الكريم وياك وياك نحوم الحلاق محمد الحلاق نحون نحون بن نون مو من مدينة قرب الصان في مخيم عاشتي نعم والله حياكم الله ناضح ناضح من مخيمات طيب نسأل الله إن شاء الله يفرج عنكم أخي الحبيب ويعظم أجركم إن شاء الله نعم عندي صالون مع الحلاقة محمد الحلاقة نعم حلقوني من جماعتنا حلاقة وفي أخو من نص المخيم عاشتي مخيمنا أخو ميتين يزيد نعم ألو معاك أخي الحبيب معاك نعم أخو جماعة يزيد 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 يحلقوني أمي حلاقة يعني حلاقة يعني حلاقة يعني حلاقة يعني ما يقبلون الطاوور في إرسمون بروسهم طاووس وشغلات يعني طابرات فيه كثم ملاتي وواني أحلق حلاقة جماعتني عادية بسمي حلقون حلاقة يعني حلاقة الغزا نعم طيب نعم أبشر تسمع الجواب يعني جماعتنا يقولون هذا شيء حليك حرام بالتمنى أني أخوا بل ملة وشككم الثاني مني إن شاء الله خير إن شاء الله خير أخي إن شاء الله تسمع الجواب أخي الحبيب نعم نعم أخونا الفاضل تسمع الجواب معنا أخونا سعيد ياريت الصوت شوية أخونا نعيم أهلو تفضل أخي الحبيب نعيم من سامراء نعم نعم يقول كان إذا سيدنا عمر كان إذا خطب أسمع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل نحن نصينا التلفزيون أخي واسمعنا من الجوال أستاذ نعيم حياك الله أخي الحبيب يا مرحبا يا مرحبا فضل شيخي بني السلام لا شيخي لا شيخي شيخي ببن يا مرحبا يا رأي نعم نأسف من الأخ نعيم من انقطاع الاتصال ياريت الأخ اللي يتصل يعني ينص التلفزيون يسمعنا من الجوال معنا أبو أحمد السلام عليكم شيخي صلى الأخي أبو أحمد حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا نعم تفضل أخي الحبيب رحمة الله وبركاته يا أخي رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث سنة تهجير معنا شنو السؤال عفوا الرسول علي أظهر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنة هجار اي نعم اي سنة هجار سنة الهجرة يعني اي نعم نعم خير أبشر نعم حياكم الله يا مرحب الله يبارك بك الله يحفظك حياك الله نعم معنا اتصال نعم نعم فضل أخي الحبيب أنور من الديالة نعم أخي الحبيب أنور من الديالة أنا آسف لأن الصوت معي اليوم ناصي لو الصوت ناصي لو أنا مريض فما أسمع زين معرف أنور من الديالة فضل أخي الحبيب نعم الشيخ بدأ زحم عليك ليفطر يعني يقدر يعني يقضي وراء الرمضان ليفطر يقضي بعد رمضان نعم سجد الأفطار يعني يعني شون يعني هو معذور بإفطاره معذور بإفطاره ألا هو سمع خبر يعني غير مفروح وفطاره سمع خبر وأفطار يعني خبر غير مفروح وفطاره وخطية العراقيين أخي لا عد بهيش حالة ما راح يسمون لأنه قليل يسمعون خبر مفرح الله يعينكم إن شاء الله أخي الحبيب طيب طيب شيخ بديز رحمة عليك نحن رأيك شخصي يعني لك مرة أمقابلت على رقمك شخصي لأن عندي أنا حاضر أخي رقمي موجود عندي الشباب ينطوكي أنا حاضر أبشر أبشر يا رئيس الشباب يتكرموني ينطوكي إن شاء الله حياك الله معنا افتصال ما أكو اتصال نعم نعم أحباب الكراحين نتكلم عن رحمة الله عز وجل لا شك أن موجبات رحمة الله عز وجل كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي على المسلم المسلمة أن يسعى سعيا حفيثا في معرفة هذه الموجبات وفي معرفة هذه الأسباب حتى يدرك رحمة الله عز وجل وينال رحمة الله عز وجل فأنت حين تكون من أهل هذه الرحمة تفوز فوزا عظيما وتربح ربحا كبيرا وتنجو من أهوال الدنيا ومن أهوال يوم القيامة وتكون من ورثة جنة النعيم بجوار رب العالمين والملائكة يدخلون عليك من كل باب كما يقول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فأي فرح أعظم من فرحك وأي تجارة أربح من تجارتك وأي إنسان أسعد منك حين تحظى برحمة الله عز وجل فإن تبغي أن نتعرف على أسباب رحمة الله وعلى موجبات رحمة الله حتى نكون من المرحومين نعم معنا اتصال؟ ومعالي تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أختي الفاضلة يا مرحبة تفضلوا يا مرحبة تفضلوا أنا مرأة من زوجة عند طفلين نعم زوجي لا ينصرف علينا نعم لا ينصرف علينا ولا يعني الإداعجة لا ينصرف علينا لا مصرفنا لا شي ستنا كلها على أهلي هل يوجود أخذ بدون ما يعلم من الفلوس المالكة؟ نعم هو زوجت غاني أمي صغير يا أم علي؟ والله يعني أمي ويعني صغير بس يعني الحمد لله عنده راتب يعني عنده راتب هو؟ اي نعم وانتي حضرته ما عنده راتب ربّة بيت؟ لا اي والله زين هو عنده زوجة أخرى مثلا؟ لا لا باستعاني وما يصرف عليكم؟ لا والله ما يصرف علينا خلين يعني يعني أبطت شيء متواضع هذا شهر رمضان يعني ما يصوق إنه متواضع مثل البشر ناحا والله قوة الله نعم أبشر أبشر تسمعين الجواب تسمعين الجواب إن شاء الله مرحبا يوم علي حياكم الله نعم معنا اتصال أخونا سعد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماذا أنا الشيخ العزيز؟ حياك الله أخي الحبيب عزك الله وبرك الله فيكم الحمد لله رب العالمين تفضل أخي الكريم الشيخ العزيز عندي عمامي ثلاثة وأبوي ما يصومون رمضان شن الحل؟ ما يصومون؟ ما يصومون رمضان أنا من وحاية الدنيا لهذا يوم الله ما يصومون رمضان أوجهني على حل شن الحل؟ زين هم يطيقون يعني يستطيعون الصيام ولا مرضى ولا عاجزين؟ والله يا شيخ العزيز يقولون ما نقدر نصوم رمضان يعني ما يتمكنون من الجوع من العطش أو من غير الشغلات يقولون ما نقدر نصومه يعني هم مثلا يعملون أعمال شاقة يعني حرفيين كسبة مرضى كبار سن؟ لا لا ما رضى الحمد الله ما رضى ماكو ما رضى لكن الأعمال الحياة يقولون ما نقدر نصوم نعم يصلون هم أخي سعد؟ نعم يصلون؟ نعم يصلون نعم إن شاء الله يهديهم أبشر أخي الحبيب أبشر إن شاء الله نعم رباه إني مذعن وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم الآهات بين جوانحي والقلب فيه تبتل وزفير نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرحمات وأهل النفحات وأن يجعلنا سهما كبيرا وحظا وفيرا من تجلياته وهباته وأعطياته في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي هذا الشهر المبارك وفي كل شهر حتى نلقاه وقد كتبنا سبحانه وتعالى من أهل رحمته ومن ورثة جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آمين حين نتكلم عن مفاتيح الرحمة أو أسباب الرحمة أو موجبات رحمة الله عز وجل كيف تكون أنت من أهل رحمة الله عز وجل طبعا من أعظم الأسباب التي تؤهلك لرحمة الله عز وجل أن تكون رحيما أن تكون رحماء أن يرحم بعضنا بعضا نحن الآن في مجتمع فيه من صور الرحمة ما فيه ولست متشائما لكن في نفس الوقت فيه من صور القسوة والغلظة ما الله به عليم حتى أن بعض الناس قسط قلوبهم ولم يعد للرحمة محل في قلوبهم كما قال الله عز وجل ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشة الله وما الله بغافل عما تعملون في بعض مجتمعاتنا ما عاد الأب رحيما كما عرفناه يرحم أبنائه ما عاد الأبناء رحماء كما عرفناهم يرحمون الآباء والأمهات ما عاد ذوي الرحم رحماء كما عهدناهم يرحم ذوي الرحم رحمه العم والخال والعم والخال والجد والجد وغيرهم أولاد العم أولاد الخال ما عادت الرحمة كما عهدناها هذا المجتمع في كثير من أحواله تجرد من الرحمة بل حتى الحيوانات تعاني في مجتمعاتنا ولاة الأمر تجردوا من الرحمة إلا ما رحم الله عز وجل أغلقوا أبوابهم في وجوه الأرامل والأيتام في وجوه الفقراء والمساكين في وجوه ذو الاحتياجات الخاصة في وجوه المرضى في وجوه المهنيين في وجوه الحرفيين فما عادوا يجدون سبيلا إلى الوصول إليهم أصبحوا في برج عاجي في قصر عالي وتحول بينك وبينهم السيارات والمصفحات والحمايات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة نحن لا نستطيع أن نصلكم أيها المسؤولون لكن ملك الموت يستطيع أن يصلكم وقلوبكم بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى ونواصيكم بيد جبار السماوات والأرض إن لم ترحموا فلن ترحموا أعظم باب من أبواب الرحمة أعظم مفتاح من مفاتيح الرحمة أعظم سبب من أسباب الرحمة أن ترحم الخلق حتى يرحمك الحق سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء تتجلى الرحمة في شهر رمضان لكن هذا لا يعني أنك تكون رحيما في رمضان ولا تكون رحيما في غير رمضان هذا لا يعني أنك تكون رحيما وفق مصلحتك وأن تنظر للأمور بمنظار مادي بحث بعيدا عن الإنسانية بعيدا عن العلاقات الاجتماعية بعيدا عن الأواصل الأسرية بعيدا عن التوجيهات الربانية بعيدا عن أحاديث خير البلية محمد صلى الله عليه وسلم أبدا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السباء من أعظم الأسباب حين تريد تعلم هل أنت من المرحومين هل أنت من المرحومات هل أنتم من المرحومين هل نحن جميعا من المرحومين كلما رحمنا الخلق أكثر كلما تنزلت علينا رحمة الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة وكلما قصت قلوبنا وغلظت طباعنا ومسخت نفوسنا وأصبحنا بعيدين عن الرحمة عن رحمة الخلق فنحن أيضا بعيدون عن رحمة الله عز وجل لنا وعن نزول رحمة الله عز وجل علينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة شعور الجسد الواحد نبض القلب الواحد حين يتواجد في الأسرة الواحدة في العائلة الواحدة في الحارة الواحدة في الحي الواحد في المجتمع الواحد في الأمة الواحدة هذا دليل على أن هذه الأمة وعلى أن هذا المجتمع وعلى أن هذا الحي وعلى أن هذه الحارة وعلى أن هذا الشارع وعلى أن هذه العائلة العشيرة القبيلة كلهم تتنزل عليهم رحمة الله عز وجل لماذا؟ لأنهم يعيشون شعور الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هل تتألم لما يجري للمسلمين في فلسطين؟ هل تتألم لما يجري للمسلمين في غزة؟ لما يجري للمسلمين في اليمن؟ لما يجري للمسلمين في سوريا؟ في إدلب في غيرها من مدن سوريا؟ لما يجري للمسلمين في أفغانستان؟ في أي دولة من دول العالم؟ هل تتألم لأجل ذلك؟ إذن أنت رحيم وتنزل عليك رحمة الله عز وجل وأقرب أقرب من هذا هل تتألم لما يجري لأهل السنة المغيبين المضطهدين المظلومين في جرف الصخر لما يجري المسلمين في صلاح الدين في سمراء في الأنبار في الموصل في بغداد في أي مكان هل أنت تتألم للمخطوفين آلاف مؤلفة مغيبة في سجن الدولة الأكبر لا يعلم بهم أحد ولا يسأل عنهم أحد ولا يتحرى عنهم أحد ولا يرحمهم أحد ولا يرحمهم أحد مختطفين رزازة مختطفين الصقلاوية مختطفين قضاء كامل يغيب محافظة كاملة تغيب آلاف من المهجري والمشردين آلاف من المعتقرين والمسجونين هل تظن أن رحمة الله تتنزل عليك وأنت تعلم بهم ولا تتكلم بكلم ولا تتكلم بحرف ولا تكتب كلمة ولا تكتب حرف ولا تنادي بإسمهم ولا تصرخ بصوتهم ولا تطالب بحقوقهم فأي رحمة تدعيها أنت؟ أي رحمة؟ رحمة العروش التي تتمسكون بها الكراسي التي تحافظون عليها الرواتب التي تتقالونها المكان والمنزل التي أنتم حارسون عليه لا 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 حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع يعلمون به فقد برئت منهم ذمة الله والله العظيم الذي يملك في قلبه ذر من الرحمة وهو يسمع صوت قطة صوت قطة على مقرب من شباك بيتي يسمع صوتها وهي تتلوى من شدة الجوع ثم لا تحركه الرحمة أن يجعل بين يديها رغيف خبز أو لقمة قطعة لحم أو غير ذلك حتى تسد جوعتها هذا ليس بالرحيم لو أنك لو أنك حبست أماً عن أفراخها من الطيور أو كلبة أجلكم الله عن جرائها من الكلاب أو هرة عن صغارها من القطط من القطط وتعمدت حبسها فأنت بعيد عن رحمة الله عز وجل فما بالك بشعب كامل بمئات بآلاف بعشرات الآلاف من المنكوبين والمنهوبين والمسلوبين والمهجرين والمشردين والمغيبين والمختطفين والمعتقلين اختلفت الأسماء والموت واحد واختلفت الألقاب والسجن واحد فإذا أنت بعيد عن رحمة الله لكن حين تنظر إلى هذه المشاهد في العالم الإسلامي عام وفي مشهد السجن الكبير في العراق خاصة ثم تتألم وتتوجع وتتفجع وعينك تدمع ونفسك تذوب أسن وترفع يديك بالدعاء لهم وتدعو للإصلاح من هنا وهنا بكلمة طيبة بحكمة بموعظة حسنة بأمر بالمعروف بنهي على المنكر فأنا أبشرك بأنك رحيم وبأن رحمة الله ستغرقك وبأن رحمة الله ستتنزل عليك الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حين تتحول أنت أيها العبد الفقير الذليل المسكين الصغير تتحول إلى غيث رحمة المؤمن كالغيث أين ما حل نفع أو حيث ما حل نفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين تتحول إلى غيث رحمة حيث ما حللت نفعت وأين ما نزلت أفدت وأجدت فاعلم أنك غارق في رحمات الله عز وجل في دنياك وفي أخراك وفي عاجل أمرك وفي آجله حين تكون رحيما بأمك بأبيك بإختك بأخيك بابنك بابنتك بجارك بقريبك بعموم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بل تتعدى رحمتك حتى على غير المسلمين من المسالمين الذين لا يحاربونك ولا يريدون أن يخرجونك من بلدك ولا يريدون أن يغيروا دينك ولا ولا مسالمين من أهل الذنب معك في بلدك أي أن كان يهودي كان نصراني كان يزيدي كان على ديانة أخرى أو ملحد أو كافر المهم هو ليس حربيا حتى هؤلاء تصلهم رحمتك بل أبعد من هذا أنك ترحم من يشتركون معك في الدين الواحد وترحم من يشتركون معك في الإنسانية في الطين في التراب كلكم لآدم وآدم من تراب أوسع من هذا أنك ترحم حتى الحيوانات فمن يستطيع أن يقول لك وأنت بهذا المستوى من الرحمة إلا أن الله عز وجل يبشرك بعاجل البشارات وبخير وبركات ورحمات تتنزل عليك في الدنيا وفي الآخرة هذا سبب عظيم ومفتاح عظيم من المفاتيح الأخرى هو الإيمان كلما زاد إيمانك بالله عز وجل كلما كنت مؤهلا لرحمة الله عز وجل يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فوز مبين وعظيم أنك حين تؤمن بالله عز وجل يدخلك الله في رحمته وحين تدخل في رحمة الله لا يعلم إلا الله عز وجل ما يتنزل عليك من الخير وما يتنزل عليك من الفضل وما تكون به سعيدا في دنياك وفي أخراك إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا فإذا كنت مؤمنا بالله أدخلك الله في رحمته أدخلك الله في رحمته لا تبحث عن الرحمة وأنت بعيد عن الإيمان كن من أهل الإيمان واستجب للرحمن حين يدعوك للإيمان يا أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحين تستجيب لله وتكون من المؤمنين عند ذلك يدخلك الله في رحمته من أسبابها أيضا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم معصية الله ورسوله تعاسة وشقاء طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سعادة ورحمة وارتقاء في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون فإذا أطعت الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل الرحمة إياك والإكثار من المعاصي أنت غير معصوم أنت معرض أن تقع في الخطأ لكن إدمانك على العصيان وإصرارك على العصيان وعلى طاعة الرحمن وعلى معصية الرحمن وعلى معصية محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يوجب لك غلب الله عز وجل ويوجب لك الشقاء في الدنيا والآخرة لكن حرصك على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو يعرضك لرحمة الله وتكون من أهل رحمة الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الله عز وجل أمرنا بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل أحباب الكرام أخوات الطيبات من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل للعبد من ذلك أيضا مما يتسبب في رحمة الله عز وجل هو زيارة المريض عيادة المريض طبعا هذه التواصل الاجتماعي صلة الرحم عيادة المريض اتباع الجنازة إجابة الدعوة وغيرها من الأمور هذه التي تقوي أواصر الرحمة بين المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات هذه ماذا هي أيضا مدعاة لرحمة الله عز وجل سبب عظيم من أسباب رحمة الله عز وجل الله عز وجل يعاتب بالآدم في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم مرضت ولم تعدني مرضت ولم تعدني فيقول كيف تمرض وأنت رب العالمين فيقول الله تعالى مرض عبدي فلان ولو أنك عدته لوجدتني عنده الله هل تتصور هذا المشهد العظيم؟ لو أنك عدته لوجدتني عنده الله عز وجل تواجد عند المريض سبحانه وتعالى برحمته بمغفرته بعفوه بلطفه بحنانه بإحسانه على المريض وعلى من يعود المريض وعلى من يعود المريض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عيادة المريض يقول من عاد مريضا من عاد مريضا لم يزل في الرحمة لم يزل في الرحمة يعني ما دام هو واقف عند المريض لا يزال في الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس إن غمس فيها الله أكبر يعني أنت واقف عند المريض قد تكون مستعجلا فتسلم عليه وتسمعه بعض الكلمات الطيبة ثم بعد ذلك تغادر يعني من عاد مريضا نزلت عليه الرحمة فإذا جلس إن غمس فيها الله يعني كأنك حين تكون واقفا الرحمة تكون في مستوى معين إلى كعبيك إلى ركبتيك إلى منتصف جسمك إلى منكبيك لكن إذا جلست إن غمست في رحمة الله عز وجل فهو ماذا؟ هو ترغيب لك في عيادة المريض لأنها سبب من أسباب رحمة الله ترغيب لك في زيارة المريض لأنه مفتاح عظيم من مفاتيح رحمة الله عز وجل ومن ثم هو تأكيد في الترغيب لك في الجلوس عند المريض ولو لثواني ولو لدقائق ولو لدقائق لتآنسه لتجالسه لترغبه فيما عند الله لتذكره بسعة رحمة الله لتذكره بحسن الظن بالله عز وجل فإذا جلست إن غمست فيها تخيل أنك تقف في الرحمة في مستوى معين ما دمت تعود المريض لكن إذا جلست فإنك تنغمس في الرحمة تنغمس في الرحمة نعم أحباب الكرام نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا حياكم الله إني لمطريح ببابه اللي سواك لاذا المهار إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه إني لمطريح ببابه اللي سواك لاذا المهار إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه حياكم الله من جزيز كان معنا مجموعة من الأسئلة من ضمنها سؤال للأخ اللي هو حلاق في المخيم في مخيم من مخيمات اللاجئين ويقول يعني بعض الناس أو بعض الأصدقائي أو أصحابي يشيرون إلي أنني آثم في بعض أنواع الحلاقة لأنه أكون يراجعوني إلى الحلاقة مسلمين وأكون غير مسلمين وأكون قسم بهم يطلبون مثلا قصات شعر معينة أو قزع أو غيره وهذا الكلام أخي الحبيب نحن نتكلمنا بالأمس نتكلمنا بالأمس أنه قضية الحلاقة أخي فيها المشروع وفيها الممنوع يعني أغلب أعمال الناس أغلب أعمال الناس قد لا تخلو من بعض المخالفات الشرعية من بعض المخالفات الشرعية الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فنته وأقصام الحكم التكليفي عند المسلمين في الشريعة هي الحرام والمكروه والمباح والمندوب والواجب أقسام الحكم التكليف فهم بغي أن نعرف ما نفعله نحن هل هو في حدود الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال وبين والحرام وبين فإذا كان حراما اجتنبناه وإذا كان مكروها أيضا اجتنبناه وإذا كان مباحا فنحن بالخيار بين فعله وبين تركه وإذا كان مندوبا فنحن أيضا بالخيار بين فعله وتركه لكن فعله ألزم لأننا نؤجر على فعله نؤجر على فعله ولا نعاقب على تركه وإن كان واجباً فنحن ملزمون بفعله لأننا نؤجر على فعله ونعاقب على تركه هذا باختصار فيا أخي الحبيب أنت كحلاق أكو مثلاً أي شيء بالحلاقة ليس فيه مخالفة لنص شرعي ليس فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً هناك حديث في النهي عن الوشم العفو نهي عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر أو نهي مثلاً عن قضية النمص أو غيرها أو نهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال أو تشبه المسلم بغير المسلمين وغير ذلك فإن كان فيها أي واحدة من هذه الأمور التي ذكرناها فالأولى تركها فإذا فعلتها أنت فأموالك التي تتقاضاها من هذا هي أموال مشبوهة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات ووقع في الحرام وهذا العمل حرام لأنه من المعاونة على الإثم والعدوان يعني هذا الشخص أراد أن يرتكم معصية بنمص شعره وأنت كنت نامصاً له فأنت شريك له في الإثم أو بالقزع فأنت شاركته في ذلك فأنت شريك له في الإثم فبحث عن ما هو حلال أو عن ما هو مباح وفعله فلا إثم عليك ولا شائبة على دخلك أو المال الذي تتقاضاه من هذا العمل أما إذا كان هذا العمل محرماً منهياً عنه في الشريعة فلا شك أنك شريك لهؤلاء في الإثم وأن المال الذي تجنيه من هذا العمل لا يخلو من الشبهة أو قد يصل حتى بعضه إلى الحرام والله تعالى أعلم معانا كان سؤال أخونا أبو أحمد يعني هو يسأل عن في أي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تقصد بذلك يعني يعني على التوقيت الهجري فهي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بها التاريخ الهجري التاريخ الهجري واعتمده المسلمون منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يعني هو اليوم الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه التاريخ الهجري يعني تاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت تعني بالسؤال يعني العام الميلادي يعني بميلاد المسيح عليه السلام في أي سنة مثلا كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما لا أعلمه فهذا ما لا أعلمه لا بد من التأقد منه والله أعلم أخونا أنور من الديالة يقول من يفطر في رمضان يعني هل يسعه أن يقضي أقول يا أخونا أنوار يعني أنت قلت أنك سمعت خبر وهذا الأمر وارد أخي الحبيب أنه من النادر إنسان مننا إلا ويسمع أخبار يعني تسره ويسمع أخبار أحيانا عفاكم الله وحفظنا الله وإياكم تضره أو تسوءه أو تحزنه أو يهتم لأجلها أو يغتم لأجلها هذا أمر بديه يعني فبعض الناس مثلا يترك الدخان فترة ثم يسمع خبرا فيرجع إلى الدخان ويضاعف الكمية أكثر من قبل أو بعض الناس مثلا صائم في رمضان يسمع خبرا سيئا يفطر في رمضان أو كان يصلي يترك الصلاة إخوان نحن تكلمنا عن حسن ظن بالله عز وجل قبل حلقات يعني بعض الناس أحيانا يقيل أنه أحد الناس المتسخطين المتذمرين المتشائمين يعني رزقه الله عز وجل طعاما طيبا ربما كان لحم مشوي أو شيء المهم وكانت قد ذهبت أسنانه قال الآن الآن أرسل لي هذا اللحم بعد أن سقطت أسناني يعني كأنه يعاتب الله عز وجل أنه أنت أرسلت لي هذا اللحم متأخرا بعد أن سقطت أسناني لا هذا من سوء الأدب عفوا مع الله عز وجل ومن سوء الظن بالله عز وجل فالله عز وجل أكرم وأرحم وأحكم وأحكم سبحانه وتعالى من أن نتعامل معه كرب وكإله وكعظيم وكخالق وكقادر بهذا الإسلوب وبهذه الطريقة لو عظمت قلوبنا الله عز وجل للانت ألسنتنا أيضا بتعظيم الله عز وجل وما تكلمنا بهذا الكلام فأخي الغالي أستاذ أنور الله يحفظك يعني حتى إذا سمعنا خبر نحمد الله عز وجل نسترجع نقول الحمد لله إن الله وإن الله يراجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها نستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم نتوضى نفزع إلى الصلاة ونصلي حتى يخف وطأ وثقل المصيبة علينا المهم الآن حصل ما حصل إذا كان هذا الإفطار يعني اضطر إليه اضطرارا بسبب الجوع أو بسبب العطش أو بسبب حالة مرضية مفاجئة فهذا معذور هذا معذور فيلزمه قضاء هذا اليوم فيلزمه قضاء هذا اليوم إذا كان تعمد الإفطار دون مبرر ودون عذر ودون اضطرار بل كان باختيار منه ودون اضطرار فإنه يلزمه القضاء ويلزمه التوبة والاستغفار لأن المسلم الذي يتعمد الإفطار يوم من رمضان لا يجزئه صيام الدهر وإنصامه لو صمت الدهر كله حتى تقضي أو حتى يعادل هذا اليوم الذي فاتك من رمضان وأفطرته متعمدا فإنه لا يجزئه فتستغفر الله عز وجل وتتوب إليه ثم بعد رمضان تقضي هذا اليوم الذي فاتك والله تعالى أعلم أم عالي تقول أنا متزوجة وعندي أطفال وزوجي ما ينفق علينا علما هو موظف وأنا ربت بيت وما ينفق علينا قلت لا أنا عند زوجة ثانية قالت لا إذن أين يذهب بالمال وينفقه على من المهم هذه الحالة قد تكون موجودة النبي صلى الله عليه وسلم سألته إحدى النساء قالت يا رسول الله إن أبا سفيان هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وبنيه أفآخذ منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف فأنا أقول يا أخوة نمع علي هذا الحكم يعني الله تعالى أعلم يعني قد يعني يعتمده العلماء بشكل عام لكن في نفس الوقت قد يكون هو مدخل لبعض المفاسد أو مسوّغ لبعض النساء أن تستولي على مال زوجها أو أن تطول يدها على مال زوجها الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته إن كان موسرا بإيساره وإن كان مُعسرا بإعساره لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرى هكذا يقول الله عز وجل فزوجك يعني مطالب بالإنفاق عليك فأنت تذكرينه وتنصحينه تكلفين من يؤثر عليه إن حصل هذا الشيء حصل وإن لم يحصل في كل الأحوال ورغم كل المحاولات فلك أن تأخذين ما يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف دون أن تتجاوزين على شيء أكثر من حقك هذا والله تعالى أعلم هذا والله تعالى أعلم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولوالدين ولزوجاتنا وذرياتنا وأرحامنا وقراباتنا واغفر يا ربي للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حبة الأكارم حتى نلقاكم على خير في حلقة قادمة لا تنسونا من صالح دعائكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني لمطريح ببابك من لسواك لاذا المهارك إني أجيتك مخبتا أرجل وصولي إلى رحابك إني لمطريح ببابك disappointment وأيض صحيру أحنا